عام آخر ينقضي والشعب اليمني يؤكد تمسكه بالحياة رغم المعاناة تحت نيران الحوثيين فقد رفض عام 2016 أن يمر دون أن يدفع اليمن ثمن تعنت الانقلابيين الحوثيين والذي يحاول جاهدا تقسيم البلاد لتحقيق مطامع داعميه في العاصمة الإيرانية طهران الانقلابيون الحوثيون وأعوانهم من حزب المخلوع علي عبدالله صالح أعلنوا تشكيل حكومة في محاولة لدفع الجهود الدولية نحو الحل الأسهل وهو التقسيم هذه الخطوة جعلت من عام 2016 عاما للإفشال السياسي المتعمد من الانقلابيين بعد أن أحبطوا الجهود الدبلوماسية التي طرحت على مدار العام البداية كانت مع إفشال جولتي المشاورات في سويسرا التي بدأت نهاية عام 2015 واستمرت بفشل مفاوضات الكويت وعمان هذه التحركات السلبية جاءت بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الجرائم التي يرتكبها الحوثيون يوميا ضد الشعب اليمني والتي بلغت التعذيب والتجويع حتى الموت ورغم رؤية المراقبين حول صعوبة تحقيق السلام وتسوية الأزمة اليمنية إلا أن العام المقبل ربما يشهد تحولا ميدانيا باتت بشائره تظهر في نهاية 2016 ويعود اليمن مرة أخرى سعيدا